السلام عليكم نشرح لكم اليوم حياة الحسون عن جميع مواصفاته وتفاصيله أولا يعتبر الحسون من أنواع القير مهددة في الانقراض وتعتبر من فاصلة الشرشوريات ويعتمد موطنه هذا الطائر أوروبا الغربية وصولا إلى أسبيريا الوسطى ومن الشمال أفريقيا وحتى أسيا القربية ودخل في جميع البلدان العالم عندما أحضرت لقرض تجارة الطيور بالأقفاص وقذاءه هذا الطائر الرئيسي يتكون من بذور النباتات المعمرة والأشواك البرية وبعض الثمار ثمار الأشجار للحسون ريش براق ممتع للنظر وتغريده زقزقة عذب برخيم جعله هدفا للمربين يتراوح حجمه الحسون ما بين 12 أو 13 سنتيمتر يتشابه الذكر والأنثى بشكل كبير ومن الصعب التفرق بينهما إلا أن ندقق عن قرب يمكن ملاحظة قصر منقار الأنثى بعض الشيء عن منقار الذكر كما أن قناع الذكر الأحمر يمتد خلف العين أما الأنثى فقناعها بالكاد يصل قرب عينهما أما التفريخ يصل فترة تنضوج الجنسي من فترة ستة أشهر وتعتبر من الطيور حادية التزاوج أي أن الفرد منها يكتفي بشريك واحد فقط ويبدأ بالتكاثر من الأواء النسان إلى شهر تموز في كثرة الأحيان يمكن للزوج أن تاج فقستين من خلال السنة وتبيض الأنثى أربع بيضات إلى ستة بيضات وتستمر الفترة الحظن ما بين 14 إلى 17 يوما يتولى الذكر خلالها أطعام الأنثى التي لا تقادر العش إلا لتتبرز يعيش الحسون تسع سنوات كحد أقصى أما في الأسر يمكن أن تبلغ 17 سنة وإلى هنا نصل إلى نهاية الحلقة التي قدمتها